اشتركوا في القناة 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 واذا تكلمنا مثالا على الجزائر بصفة خاصة كان نروح وشوفوا الظروف في ليبيا مراهيش مليحة لان ما زال ما قدروش يعينوا رئيسه وراهي في اي لحظة ولا تقدر تشتاعل امور لا سمح الله الحدود في مالي ايضا نعرفه منذ سنوات وراهي الحالة مخلطة المروك رانا نشوفه بعد اللي كانت توطرات قليلة ولا جابوا الكاين الصهيوني ورام كاين الناس يقولوا باللي رأى زودوا يعني باسلحة نوعا ما متطورة كاين الدرون كاين اخبار انه الكاين الصهيوني راح يدير قواعد عسكرية عند الحدود انتعنا هذه كامل احتبارات انت يلزم تديرها في الحسبان ما تقدرش مثلا تتجاهلها كمواطن ولا كواحد مختص يحلل ولا يلزم تتفهم هذه الميزانية وعليه اذا حبينا نديره جملة برك تلخصنا هذا الحكاية كامل تع الميزانية ونوزنه بين الرأيين الميزانية الدفاع في الجزائر ما هيش حاجة اللي تفرح لها ولا حاجة ايجابية ولكن حاجة يلزم تتقبلها ويلزم تتفهمها نتيجة للظروف والموقع اللي رانا فيه هذه هي متحب مثلا نعطيها لك بمبدأ اخر نعطيك حاجة بسيطة في حياتك انتايا باش يصلك المعنى ولا باش يتقرب لك نفترض انتايا مواطن عندك دراهم لا بس بك تسكون في كاش مدينة هكذا يا وعندك دراهم معروف عندك فيلات عندك وزينة مثلا عندك سيارات ولادك هكذا يلعبوا ثم الناس كامل تعرفوا كانت الحالة هانية لا بس ما كونش مضطر مثلا باش تصرف كاش مصاريف هكذا لا باش تأمن دارك وتأمن الوزينة تاك وتأمن مثلا الماتريال تاك لظروف يتغيروا الظروف مثلا تقولي كاي ناس سرقا يقولوا كاي ناس مثلا يترصدوا بكل انتاوش راح تديرك مواطن تبدأ تضطر باش تصرف بعض المصاريف زيادة تأمن دارتاعك راح تروح تشري كاميرات متطورة جدا تروح تشري كيلة بتاع حراسة نوافذ التاعك بعد اللي مثلا ما كانوا مكشوفين راح تبدأ تدير لي باروداج ولا تدير يعني كاش حاجة هكذا يا لا ربما تضطر باش تشري خدامين قال ربعة ولا خمسة تأمن لي فيدور هكذا يا السيارات انتاعك بعد اللي كنت مثلا تقدر تخليهم في الشارع راح تضطر باش تبني قاراجات يعني تخبيهم الداخل وتكون أمور مأمنة جدا ثم هذا وشي معني راح تصرف بزاف مصاريف زيادة انتا يا مارك شحب ولك راك مضطر باش تأمن دارك وتأمن المطرية لتاعك وتأمن ولادك راح تصرف لا ربما مليارات باش تأمن كما يقولوا الرزقم تاعك نفس الشي بالنسبة للدولة دولة الجزائرية كان ماذا بها نكون وحنا في حدود لا بس نحن لو كان الدولة التونسية مثلا راي متحكمة في الحدود انتحها وعندها جيش قوي ومقابرة قوية والحدود تاعثما ما تخافش مثلا نفتار ذو مالي راي دولة قاوية وما عندك حتى حاجة مثلا تدخل من ثم لو كان ليبيا راي عندهم رئيس وما زال قذافي ولا واحد اخر ولا يعني لحدود انتحها وما رايي لا بس لو كان المروك ما جابش الكاين الصيوني حتى وكان بعض المناوشات ولكن نفترض هذه المستجدات ما كاش سلوطات الجزائرية ماذا بها احنا نصرف وخمسة مليار دولار على الجيش وعليه اذا قنعت بهذا الكلام انتعي مقبل تعرف بلي كل الاشخاص اللي راهم يتكلموا في هذا الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي غالطين كانت طرف اللي ميرعي يوالو وحاب يلعب لك على الهاطفة ويقول لك هذا اللي كنت داروها في الصحة وفي التعليم وفي بعض القطاعات المنتجة كانت احسن هذو ميرعي وش الظروف تاها البلاد واغلبهم اغلبهم هذ الناس اللي يحضروا بهذا الكلام يستمدوه لبعض الاشخاص اللي مرامش عايشين في الجزائر كانت روح تشوف مثلا هذو زيطوت وامر ديزاد وهيشام عبود وكذا هما اللي يصبح وحشية ولو يتكلموا على الميزانيات الجيش وكاين الناس راي تنقل من عندهم بلا ما يشوفوا هذو كل احتبارات هذك مهم وش بلا تتخلط ولا متخلط ولا الامن ولا حالة مخلطة في تونس ولا مثلا في ليبيا ولا في ماليا لانه هو رو عايش في بلاد الحدود انتاعه واحد حدود انتاعه طاليا واحد اسبانيا واحد الحدود انتاعه مثلا السويد واحد عايش في بلاد بريطانيا جازيرة كل واحد كيف هاش كوين عايش احنا اللي يرام هذو في الحدود انتاعنا احنا اللي يحسوا بهذا الامور كان الطرف الاخر اللي ايضا مايرا عايش يبدأ يقول لك حاجة هذي مليحة ونفرحوا بيها وزيدوا لازم يدي خمسين بالمئة ولا ستين بالمئة انا اقول لك بالي راق غالط لانه في الميزانية الجيش ولا البلدان ما تشوفش المليار دولار ولا زوج ولا ثلاثة تشوفوا هكذا موجرد رقم لا لا ولكن كل فراك يلزم تشوف واش هي الفرصة الباديلة هذوك الاموال مثلا احنا موالفين نصرف وثمانية عشر او الاثناشن مليار دولار زدنا في عام زدنا عشر مليار دولار هذوك الارقام ولهذا الرقم الكبير لو كان الحدود انتاعك كانت هان يوم كاش هذه الظروف الجديدة كنت قادر تدير بها تنمية في قطاع واحد اخر قادر تقضي بها على مشكلة حساكن قادر مثلا دعم التربية التربية الدعم قطاع الصحة الدير مثلا موانئ الدير طرقات الدير سيكاك تحاديد يعني مبلغ ضخم لا ربما ثلاثة سنين ولا ربع سنين ما تصرفهمش هذوك الاموال راح تصدر يعني احتياطات لا بس بها وعلي هذي هي الفكرة يا خوتي علاش راني نركز عليها ونعاود دون شرحية من المفروض زد جمال ولا ثلاثة اولا ولكن في الجزائر راني نشوف كل الفيديوهات انتاعي نقولها ونعودها انه مراهيش كاينة موضوعية مثلا الدراسة ولا هكذا متأنية الناس متخصيصين كل واحد ياتر في المجال تاعو لا لا كاينة واحد الطرف كل حاجة يرجعها لك احلى وسوداوية وبمجرد انه تقول حاجة ايجابية يبدأ يقولك انت عركت شيئت وانت عركت مع النظام ومنا وكاينة واحد الطرف واحد اخر عنده حساسية كبيرة بمجرد انه تنتقد حاجة صغيرة ولا يجي يقولك انت مع عشبك والو يعني يراك كل حاجة تسود فيها وعندك اي ادي اجنابية يعني واحد تعاليق ما تقدرش تتفادها وقدرت فيديو هذا سابق اللي رأو امامكم يعني اللي تكلمت فيها على ميزانية احسانة 2023 اغلب اغلب يعني الفيديو فيه شروحات واش هي ميزانية تسيير واش هي ميزانية التجهيز واش هو عجز الميزانية الزيادة في الاوجور وكننا حاجة مليها لقيت تعليقات يعني غريبة كي ناس واحد الزوج ولا ثلاثة حقيقة نشي بزاف كالك انت يا راكت شيئت وراك حبيدو غبارة عند الناس البساطة وما ركش تتكلم معلاش وكرك في نفس الوقت لقيت ناس واحد اخرين قالك تما يعجبك والو ورا كل حاجة تنتقدها وتشوف البلاد هذه سوداوية انا نحير نوعا ما كي نشوف هذه التعليقات وباش نديروا ملاحظة يعني ونختمو بها منطولوش علاتش ندير هاد الملاحظات خوتي مش باش ندافع على روحي ولا لا لا ولكن باش نوجه رسالة لهذا الناس بدل هاد العقلية بدل انه يلزم تكون عندك يا كحلا يا بيضة يا معايا يا عدو يا لا لا يلزم تتفهم باللي كل واحد مثلا الاراء انتاعه والقاناة انتاعه تقدر حاجة دارتها السلطة انت تشوفها مثلا ايجابية انا نشوفها سلبية ويقدر يكونوا بينزوج عنا الحق لانه كل واحد مثلا المستوي انتاعه والنظر انتاعه تقدر تكون ان انا التاجر وانتا مستهلك أنا مثلا كأتاجر لم تعجبنيش وانتا كمستهلك تعجبك تقدر تكون تاخب اللي imaginar اكتوع استمائلي انا التوجه انتاعه امثلا اشتراكي انتاعه علمائيي انا اسلامي وعليه يجب تتقبل الناس تتقبل الاراء كين كين بعض الآراء اللي ما رايش مقبولة مثلا تشوفها باللي تخرب في البلاد ولا مثلا تبين باللي مؤامرها ولا مثلا البلاد راي فيه أزمة وانت تستغل في هذه الأزمة ولا كين أمور إنسانية ولا أمور دينية اللي ما لازمش ولا أمور أخلاقية ما لازمش نتجاوزوها بصحة ناباش نجين أعطي قراءة اقتصادية لميزانية مهما تكون نكون عندي رأي اقتصادي حتى ويكون صحيح جين تام مثلا الشخصات تدخونه مع كل احتراماتي نقول لك باللي راك بعيد راك بعيد راك غير مؤهل باش تبع سياسة ولا تبع اقتصاد ولا هذي يا خوتي يعني موضوع تعليو بون روحنا بعيد سمحونا كما قلنا على هذه الملاحظات ولكن هنا نشوفها باللي مهمة المهم نعود ونرجع للموضوع تعني باش نختمو كما قلنا مقبل هذي الميزانية الجيش يلزم تشوفها في واحد الإطار انتحاس صحيح انه ما رايش حاجة نفخره بها ولا لانه هي مبلغ ضخ مزادت بالزعف ولا تمثل نسبة كبيرة من الميزانية ولا من البيي بي لا لا ولكن هي حاجة يلزم تتقبلها تتقبلها نتيجة للظروف المحيطة بالجزائر والظروف الدولية اللي كامل نعرفها مكالة يعني رح ندخله في تفاصيل مميلا وهذه هي خوتي الفكرة ومع الله خاركي العداج تاركو في القناة تفعلوا الجارس باش يصلكم جديد جام كومنتر ليعجبوا الفيديو هذا السلام عليكم